ما حكم الزوج الذي يفرق فراشه على زوجتي لأن زوجتي لا تريد أن تعيش مع أهله ولأنها تفكر في الطلاق ولديها أربعة أطفال هذا الزوج يفرق الفراش على مرتوعة لحقاش هي بغت تعيش مع الأهل ديالو شكروا مع الأهل ديالو إن شاء الله هي والدة وهي وتفكر في الطلاق ولديها أربعة أطفال والله يا أخي إن شاء الله تبعا عندك مشكلة أنت مني تبقى تسقصي وديقول علاش هاد المرأة ما بغتش نعمس يديت عناش ما بغتش تقلس مع الأهل ديالو سقصيها لأن الأصل تح هاد الموسيقى واسموني هي ما بغتش تقلس مع الأهل ولذلك هو فرق الفراش ديالو معها ولأن هي ما دمت مع الأديال كنا بغتها عم تطلق وخبر معها وهو واسمون وارض الفarentlyDR هو أغيقل على الفراش بعد الفراش هذا ماشية حل الحل هو منين تدور على الجذر ديالو المشكلة وتمشي مباشرة من عند الأصل تاعة المشكلة وتعالجها ولعاجت الأصل تاعم مشكلة هذيك الفروع ديالو المشكلة والارتدادات كلها تذهبوا حين ما توعاج الأصل تاعمل أصل التاعمل ما بغتش تعيش مع أهلك ما بغتش تعيش مع الأهل ديالي علاش أنا السقصي اعلاش ما بغتش بومات تعيش مهومهو علاش يا كي أنا مني جزوجت نقول تكلم عندي دار ما نقدر ندير دار عليش بغيتي نقول لك اودي أنا بغيت نكون حرة في داري أنا ولادي عليش ما قلت اهليش من بكري وحاول تعالش زي ما لي كونت صبرين ما بغتش تصبر بغت تدار بوحدا وانت تقدر تذيلها دارة تعب بوحدا تتفهم الوالدين علي تقول لهم الوالد الله جزي بخيرو ما تحشش والدك كانوا ماشي مزيني معهم يتضلمون ما تحصيش ما تحصيش أنا ما فهمتش أنا نقرغي السؤال كما هكذا ولكن عرصت للأصل تعالي المشكلة هو أن المرأة ما بغاش تقلس مع الأهل إما لأنها مضايقة في بيتها إما أنها ما قدش تربي أولادها إما أنها فعلا فعلا ولكن ابن عمير عندها ربعة عاشت معه والدك ربعة 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 رعلا أقل ثم سنين معها ما ناره ما شيره ما شيره ما شير غيجة قالت ما قالت ما نالش كأنه نالك سبب مخفي لا نعرفه فحاول أن تعرفه فإذا عرفت عالجه إما أن تقنعها حتى تظل معك وتدي الأجر وإما تفهم الوالدين ديالك وتشد لها درهاب واحدة وتقلب هاللمشكلة تقول لنزيان مع زوجتك ومع أوليداتك وما تفصل فراشك ما أدريع أولادك ووالديك يبقى والديك تبقى إن شاء الله تبارك وتعالى تحسن صحباتهما وتكرمهم وتمشي عندهم كل صباح وكل شيء إلا ما كاش عجبه شكري الدار هي في كل قطة عرف النهارها تطلب على حاجة مستعيلة وأي ممرأة حملت زوجها فوق طاقته لا ينظر الله إليها لأنه مسكين ما عندوش آخر حاجة قال كاسيدي ما استلمه الزوج الذي يعامل زوجته بقسوة أمام عائلته رغم أنها مطيعة له وما حكو الإسلام في من يمنع زوجته من زيارة أهلها أو الاتصال بهم بالهاتف الذي لا تملكه أصلي لأنه يحرمها منه هذا الكون طرعا هذا غول عيروت لأنه كان بكري فرعون كان والمرأة اللي صبرت على فرعون واسمه قالت رب ابني لي وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من قوم الظالمين علاش صبرت على هذا المشرك هذا الكافر صبرت صبرت أراننا الفريعين ديان الفريعين ديان هذا مزمودة قالك يعامل زوجته وبيقسوة أنا أنا يقول غير لي أنا قرأة ما ريش نعرض يجي واحد يقول لي ها لو كانت لا أنا غير قرأ غير قرأ ما عاليش يشوف فيهم أنا مجاوش عندي ها ها شوها حق قالك الزوج الذي يعامل بيقسوة يعاملوها بيقسوة ما معنى يعامل بيقسوة ما معنى يعامل بيقسوة يسبها ويكسر يسبها يضربها يقول لها أما كذا ويسب لها والديها قسوة لك وتعارفك يوجد قسوة أما مع عائلته يا ريتلو كاي عاملها بقسوة غيبينو بينها يخلي حتيجي عائلته عمو ذاك شبك يقول لها يا لاطيف يا لاطيف يبغي يذل لها قدام حبابو إذا ما يبين باين لها راجل لا راجل لتا راجل على المرأة إلا راجل نشوفك راجل مع الرجال في ميدان الرجولة قالك قالك منين يغلبوك ديوك واللي تعلموك قالك عاد أرغم أنها مطيعة يعني هالشيرها مطيعة سبحان الله ربي أعطروا هذه ما حكم الإسلام في من يمنعوها عاد من زيارة أهلها هو أكمل والتي صرب حتى بالهاتف من أباك تبلاد وبعدها حتى الهاتف لا تملكه أصلا يعني يعني وش نقولك أبو أسراد يقولك أنت حبيبي فهذا رمضان وش بغيت نقولك أنا ما عندي ما نقولك لأن الكلام كمل واسم يسبها ويقسو عليها ويهينها ومع أفراد عائلته منين يجيون ثانيا يمنعوها من زيارة أهلها رغم أنها مطيعة ويمنعوها من مجرد مهاتفتهم بالهاتف الذي لا تملكه ربما يجعمه أو لا تقول له أعطيني الله يقولك بغيت نعمره إلا عندك في المشوير وشار بغيت نهدر مع المرأة يمنعوها يمنعوها حتى من باش تتصل بهاتف أخر أنا ما عنداش لهاتف هذا فرعون نيشا هذا فرعون حرام عليك تأذي المرأة لنبيك يقول بغوني عند الضعيفين المرأة واليتيم يقول لا يكرمهن إلا كريم ولا يهنه إلا ليم لنبي صلى عليه وسلم ما رفع يده على مرأة وعلى طفل قط صلى عليه وسلم كان يكون في خدمة أهله ثم بعد ذلك قال الكاسيدي يمنعوها من الصلاة الرحمة لا يجو صلى المسلم أن يمنعها المرأة باش تصل الرحمة هذا تقطيع الأرحام وربك يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله غالي يجيوا في الدرس نتعلم عنه ونتكلموا على أنه من جملة الملعونين الذي يقطع الأرحام ملعون ملعون ثم بعد ذلك قال لك ما يضرب لاش التليفون هذا علي يتق الله ويسرع في أن يعود إلى ربه نادما وأن يطلب من زوجته زيد العفوة والصفحة في الدنيا هنا يومت القيامة تقل عنه إلا عنده شي حسنة تقل حمله وتخله يسندر نعم 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 الله من فس كورباتا نعم نعم